جوزي جابلي البتاعة دي ما كنتش عارف ان لها استخدامات كتيرة جدا حقيقي طحفة وجميلة جدا انا مش عارفة اقول عليها ايه اقول عليها مبشرة ولا اقول عليها اللهلوبة تعالوا شوفوا الاخر الفيديو وشوفوا المبشرة الجميلة دي حعمل بها ايه بص يا حبيب قلبي انا عندي كوسة طبعا الكوسة احنا بنتبخها عادي هقول لك لا المبشرة دي ممكن اعمل بيها اشكال جميلة جدا وتبقى شكلها حلوة حتى لما بطبخها او بسلقها اعملها شربة بتبقى شكلها طحفة وجميلة جدا تابعوني الاخر الفيديو ويا ريت بقى الاول مرة يشوف قناتي ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يصلكوا كل الفيديوهات الجديدة باذن الله زي ما شايفين كده انا باخد المبشرة وباخد الجزء اللي من تحت كده زي ما انتو شايفين ومجرد بعمل لها خطوط بس بتبقى شكلها حلوة جدا وطبعا فايزة الكوسة بتفضل زي ما هي طبعا ما بقشرهاش خالص هو زي ما شايفين حتى لو انت قطعتها كده حلقات ولقتها كبيرة ممكن تقطعيها انصاف بالطريقة دي زي ما انتو شايفين وشكلها كمان طحفة بنغير طبعا في شكل واحنا بنطبخها كده في الصلصة تبقى لها شكل تاني جميلة جدا ولو حبيتي تعملي مخليلات جذر خيار بتقطعي بقى بنفس الطريقة ده وبتخليليها بتدي شكل تحفة كده وانتو مقدمها في الطبع زي ما انتو شايفين وبواريكي برضو لقيتها كبيرة كده وبحب بحطها في شربة الخضار ممكن تقطعيها تاني بالمنظر ده زي ما انتو شايف بتبقى يعني شكلها تحفة تعالي بقى ونشوف حاجات كتيرة بنقطع بيها القطع دي تحفة صحة زي ما انتو شايفين الخضار جميع انواع الخضار بقى بتستخدميها بيها الأشارة التحفة دي طبعا دي بتتباع عادي في محلات بيع الأدوات المنزلية وانا جوزي اولادي ساعة بيعودوا في القطر كده بيلاقوا البيعين بيطلعوا في المترو في القطر بتلاقيها يحطها لهم كده على حجرهم رخص التمن وحلوة وليها استخدامات كتيرة خالص زي ما انتو شايفها الجزء اللي من الجنب ده ليه استخدام برضو بنطلع اي حتة السودة كده بتلاقيها في البطاطس حلوة قوي برضو ليها استخدامات زي ما شايفها القشرة اللي من فوق بس انا مش متملكة طبعا لان ايه انا قدام الكاميرا فالواحد بتملك من غير التصوير يعني الكاميرا هي ايه يعني مش مبينة او موضحة للشكل زي ما انتو شايفها بكل سهولة كده بتقشر وما بتاخدش جزء كبير من البطاطسطايا يعني قشرة بسيطة كده زي ما انتو شايفها اي خدار بقى ممكن تقشري بيها كوسة جذر زي ما انتو شايفها ما بتاخدش يعني ايه جزء كبير من الخضار يعني حاجة بسيطة كده عشان فايدة الخضار طبعا ما تروحش زي ما انتو شايفها بنقشر بيها جميع الخضار تعالوا بقى نكمل ونشوف اللهلوبة بتاعتنا المقشرة العسل دي الامر بتعمل ايه عند جزء اللي انتو شايفينه ده من تحت دي اللي الشبسي زي ما انتو شايفين بتطلع الشبسي يعني رؤيه خالص والبطاستايا كده خفيفة زي ما انتو شايفين تحفة تحفة في الشبسي وانتو بتعملين صلوا عالنبي في الكومنتات كده عشان نكسب حسنات صلوا عالحبيب قلبك يتيب عايزة كومنت كده محفز منكو وتعليق حل ولايك زي ما انتو شايفين كده حتى الجزر خيار بتعملي حلقات بالمنظر دوت لو حبيتي تزوائي كده طبق الصلطة زي ما انتو شايفها حلوة جدا برضو تعالوا نشوفو برضو هتعمل ايه معانا تايمي عندي بقى بقيت البطاطاية زي ما انتو شايفين بقطحها على شكل حلقات بس انا خفت الصراحة ايه الطبق يكسر معايا فانا ايه جبت يعني قطحت الخضار وقطحتها علي زي ما انتو شايفها ادي بتطلع الاصابع البطاطس بشكل تاني شكلها تحفة زي ما انتو شايفها ممكن برضو الليفت تستعمليه كده الخيار الجزر بتعمليه بيها اشكال تحفة جدا زي ما انتو شايف تعالي هنشوف هتعمل ايه تاني ممكن برضو الجزء اللي انتو شايفينه من تحت ده نبشر بيه البطاطس بالشكل ده ده لو حبيتي تعملي البطاطس عجة بتاخديها كده بتكسر عليها بطين وبقدونس والتوابل بقى وتعمليها راس كده وتحمريها بتبقى ايه تحفة ممكن تبشر برضو الجبنة الرومي فيها وزي ما انتو شايفها برضو ناحية الشبس كده ممكن تعمل الجزر كده بالشكل ده زي ما انتو شايفين شرايح طويلة برضو فيه اشكال تانية خالص كده بتعملها زي ما انتو شايفين ممكن برضو من تحت بحب ابشر الجزر كده على طبق السلطة بتبقى تحفة زي ما انتو شايفين يعني حلوة جدا تعالوا بقى نشوف برضو بتعمل حاجات كتيرة انا ما كنتش بعرفها اه كمان الجزر الخيارة عندي تعالوا نشوفه برضو فكرة حلوة ممكن اجيب الخيارة كده واقورها وممكن يعني ايه الجزر تعمليه كده يعني ممكن تعملي الجزر حتتقوريه بالمقور بالشكل ده وممكن الخيار بعد كده خدنا بشرة جزر زي ما انتو شايفين ابتديت احش بيه الخيارة ممكن بقى تقوري انتي يعني التبادل بقى الجزر وتقوريه بتاخدي برضو بصور الخيار وتقيق وتحشي بيها زي ما انتو شايفين انا دخلت خدت المقور كده وبذقها عشان ايه يعني يدخل بكل صهولة زي ما انتو شايفين بعد كده هقطعها ترانشوت زي ما انتو شايفين ده لو بتحبي تدوقي طبق الخضار بتاعك بتدي شكل بقى ايه طحفة زي ما انتو شايفين شكلها كده يجنن ادي حبيبي لسه برضو في حاجات كتيرة برضو كانت تاها عني المبشرة العسل دي اللي احنا ايه عندنا في البيت ما كناش بنعرف استخدمتها عندك فص طوم وبيكون بقشره مستعجلة مثلا عايزة تعمل وصفة سريعة ومحتاجة بس فص طوم واحد او فصين بقشره كده زي ما انتو شايفين ادي القشر لوحده وبشرة الطوم يعني جميل جدا زي ما انتو شايف بتحطيه مثلا في اي حاجة سريعة كده تدبيل او اي حاجة وعايزة فص واحد كده على طول وده الفص مقشر برضو بالطريقة دي يعني ممكن الفص يكون بقشره او مقشر حلو جدا برضو سيفاء وبردو البصل ممكن تبشريه بنفس الطريقة نيجي بقى على حباية طماطم بقى هتحطيها في ملوخية فتا تبيلة لسه بقى هتشغل الخلاط لقا عندنا برضو المبشرة دي من ناحية اللي جوه فيه على شكل كده دواير دي عشان بشر الطماطم دايما انتو شايفها بتبشر الطماطم اللحم كله بيطلع ما بيقدرش غير القشرة الخارجية بس زي ما انتو شايفها حقيقي حقيقي طحفة 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 بنصحكم انكم تجبوها ادي حبيبي زي ما انتو شايفين خلتها ايه عصير طحفة ادي يا جماعة الاشكال اللي بتعملها واكيد بتعمل حاجات كتيرة قوي برضو انا يعني ايه اللي عرفته قدمته لكم ادي الصوابع زي ما انتو شايفين والاشكال كلها يا ربي بقى يكون الفيديو بتاع عجبكم انا عجبكم الفيديو سبوا لي تعليق محفز منكم وتعملوا لايك واشتراك منتظركوا ان شاء الله فيديو جديد كان معاكم يوميات قرنفلة وافكارها واخر حاجة يا حبيبي بقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته